دكتور فرات لي سبع سنين دور ثالث وهذه السنة ماكم حقيقة قراءتي لملف الوزارة بقراءة ما أقول يعني بشكل عام أعتقد وزير التربية الحالي يعني الرجل يملك مقومات أكثر من غيره من باقي الوزراء مع احترامنا إلهم الله يحفظهم جميعا ولكن هذا مبدأ يعني صارت وضعية شخصية لمقومات ابن المؤسسة المرموية لا لأنه ابن هذه المؤسسة لا بس أخذلك أستاذنا الغالي هو ابن هذه المؤسسة تدرج في يعني مراتب العمل فيها ما إجا طارق يعني إحنا شفنا مثلا أساتذة جامعة شنو ربط يتولى وزارة التربية أو مثلا معلم أو مدرس يعني شنو ربط حتى يتولى أمر إدارة الوزارة مهمة ولكن بنفس الوقت يعني هذا مبدأ الضرورات تبيح المحضورات يعني المحضورات هذا المبدأ حقيقة كمبدأ فكري يسوغ للفشل ليش؟ لأن هذا لا يمكن أن يكون مبدأ فكري يعتمد عليه رأس المؤسسة التعليمية لأنه تحديد الضرورات وتحديد تجاوزها هذه قضية يعني صعب أنه تخوذ بها وتخرج بحصيلة ورأيها تماما رأيك بحالة غدير؟ أنا متعاطف معها تماما ولكن الحل ليس في إعادة الدور وإنما مثلا عادة السنة؟ لا لا عادة السنة شو المشكلة؟ لا مشكلة ليش؟ ما يخاف عادة السنة؟ لا لا أنا عندي حل دعنا نتناقش استاذ عندك حل يريدون دور ثالث الحل لما تنطي للطالب التارث متوسط دور ثالث وتفرقه عن أبو السادس هنا لا أكو غموض بالموضوع هنا أكو تشخيص إلى مرحلة معينة حر برد شتى ملابس ووضع اقتصادي تعبان ووضع متأزم كورونا كل هذه التفاصيل وبالأخير بكل سهولة نعيد وإذا نعيد شون أمر هذا الساد أنا قلت لك أتعاطف مع الأخير الله يحفظها ومثلها كثيرين ولكن هذا المبدأ إذا كان هذا مبدأ فكري يعني أنت تبني عليها مؤسسة تربوية مشكلة بعدين هذا يتعارض بحد ذاته مع لا ضرور ولا ضرار يعني أنت تريد ضرورة تبيح لك محظور وهذا المحظور ممكن أن يؤدي إلى ترهل في التعليم في العراق تدني في المستوى العلمي وهذا خطر أكبر فدفع الخطر أولى الذي يودي بالعملية التربوية ترجمة نانسي قنقر